اهلا بكم الى موجز اخبار الان بدأ مليونان من حجاج بيت الله الحرام مع غروب شمس الخميس النفرة من عرفات ليتوجه بعد ذلك الى مزدليفة ويقضوا ليلتهم استعدادا ليوم النحر اول ايام عيد الاضحى المبارك واحيى الحجاج رقن الحج الاعظم على صعيد عرفة وبالرغم من العدد الهائل للحجاج الوافدين الى عرفات فقد اتسمى توافدهم الى المسجد بالانسيابية اعلن الرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر بعد تحرير تل عفر واستعادة محافظة نينوى من تنظيم داعش المتطرف وقال حيدر العبادي في بيان انه تم خلال الايام الماضية القضاء على ارهابي داعش وسحقهم في العياضية والمناطق الاخرى وعدم السماح لهم بالهرب قال زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطاب له انه سافر الى دمشق لاجتماع مع رئيس النظام السوري بشار الاسد فاضاف نصر الله انه بحث في لقائه اجلاء مسلحي تنظيم داعش من الحدود اللبنانية هذا وغادرت قافلة الاجلاء منطقة الحدود يوم الاثنين واقلت نحو ستمائة من مسلحي داعش وافراد اسرهم متجهة الى منطقة يحتلها التنظيم في شرق سوريا ويدير الزور الا ان ضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عرقلت دخولها الى هذه المنطقة يوم الاربعاء قتل شرطيان في الجزائر عندما فجر انتحاري حزامه الناسف بعد محاولة دخول مديرية الشرطة في تيارت جنوب غربي العاصمة الجزائرية واستهدف الاعتداء مديرية الامن في تيارت وفق ما نقلت الوقال عن ادارة الامن الوطني ولم تتبنى حتى الان اي جهة هذا الاعتداء قالت مصادر في الامم المتحدة يوم الخميس ان اكثر من 27 الف من مسلمين روهينجا فروا الى بنجلاديش هربا من العنف في ميانمار خلال الاسبوع المنصرم فيما تقطعت السبل بنحو 20 الف اخرين قرب الحدود بين البلدين وقع انفجاراني ترافق مع تصعود دخان اسود في مصنع الكيموي بمنطقة كروسبي في ولاية تكساس الامريكية بعدما غمرته المياه نتيجة الامطار الغزيرة والفيضانات التي رافقت الاعصار هارفي وفق ما اعلنت الشركة المشغلة للمصنع احتشد محب الامير البريطاني الراحل ديانا فجر الخميس على ابواب قصر كينسينغتون لاحياء ذكرى المرأة التي اعادت تشكيل صورة بريطانيا والعائلة المالكة لدى وفاتها قبل عشرين عاما في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية باريس واثارت وفاة الامير ديانا اكبر موجة من الحزن شهدتها بريطانيا الى اللقاء اشتركوا في القناة